إذا وقع السحر إنسان به السحر لا يمكن أن يعالج بالسحر لماذا؟ لأن علاج السحر بالسحر مخالف للقرآن مخالف للسنة مخالف لقول الصحابة والسلف والأئمة فيه تقوية للسحر تضعيف للتداوب القرآن لو كان عندنا علاج مضمون 100% وعلاج مضمون 1% بأي علاج تأخذ؟ العلاج بالقرآن مضمون 100% العلاج بالسحر ليس بالمضمون ولا واحد بالمنع كيف تترك العلاج المضمون وتذهب إلى العلاج الغير مضمون ثم هذا الساحر الذي يدعي العلاج ماذا يصنع للمريض؟ يصنع له سحر جديد ثاني وبدل أن كان المريض لديه سحر واحد أصبح لديه أكثر من سحر ثم لا يمكن أن الساحر هذا المعالج أن يعالج هذا المريض حتى المريض يتقرب إلى الشيطان يعني يشرك حتى يعالجه بماذا يعالج السحر؟ بالرقية الشرعية بشروطها الثلاثة بالدعاء بالأجوة المباحة كشرب العسل مثلاً أو الحجامة أحسن الثلاثة المباحة كشرب العسل وأن أصبح funny كشرب العسل